استقبلت الأكاديمية الوطنية لتدريب دفعة جديدة من الطلاب المشاركين في برنامج فاليو البرنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات المزيد يطلع عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلاً وصهلاً بكم وبكل أسادة المشاهدين نحييكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب نتابع معكم استقبال الأكاديمية اليوم لدفعة جديدة من برنامج فاليو هذا البرنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات على بعض المهارات الحياتية المختلفة وأيضاً التدريب على قيم التطوع والتعريف من جهود مؤسسة حياة كريمة وأيضاً التعريف بالمشروعات المختلفة بدايةً يعني نود أن نوضح أن الدفعة هذه هي الدفعة الحادية عشر ضمن الدفعات السابقة التي استقبلتها الأكاديمية على مدار الثلاثة أشهر الماضية هذه الدفعة يشارك فيها أربعمائة طالب وطالبة من إثنتين عشرة جامعة مختلفة ما بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة ما الذي يتم ويتم تقديمه للطلاب خلال هذه البرنامج أو خلال هذه الورش البرنامج يستمر على مدار خمسة أيام أول ثلاثة أيام يتم تدريبهم أكاديمياً على بعض مهارات التواصل على بعض مهارات استخدام الأجهزة الإلكترونية والإنترنت وأيضاً التعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة وأيضاً قيم التطوع وتوضيح أهمية التطوع خاصة أن مبادرة حياة كريمة تقوم على عدد كبير من المتطوعين في مختلف المحافظات والقرى ثم يوم آخر سيكون خاص بالزيارات الميدانية هذا اليوم أيضاً سيكون هناك تفقد وزيارة لعدد من قرى حياة كريمة ومشروعات حياة كريمة وأيضاً يعني تعريف الطلاب بهذه المشروعات والحديث مع المواطنين للتعريف بكيف أثرت وأضافت وغيرت هذه المشروعات الحياة بالنسبة لهذه القرية أو لأهالي القرية التي سيتواجدون فيها خلال هذه الزيارة ثم سيكون يوم آخر لزيارة الأماكن العسكرية أو السياحية وأيضاً هذا البرنامج به عدد من المجموعات التي ستشارك فيه هذا البرنامج وحتى الآن استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من 3200 طالب وطالبة من مختلف المحافظات ومن مختلف الجامعات نتحدث عن 28 جامعة مختلفة تم استقبال عدد كبير من الطلاب المنتميين لهذه الجامعات وستستمر أيضاً الأكاديمية في استقبال عدد كبير من الطلاب حتى نهاية ديسمبر المقبل وهي المرحلة الأولى من برنامج فاليو هذا البرنامج أيضاً يستهدف حث الطلاب وتعريفهم بقيمة التطوع وأيضاً المشاركة في المشروعات المختلفة ويتم خلال أيضاً الورش المختلفة بعض النقاشات وورش العمل للحديث وتبادل النقاشات حول المبادرات التي يريدون تنفيذها على أرض الواقع في قرى حياة كريمة ومن ثم في نهاية البرنامج يتم اختيار إحدى المبادرات والفوز بها بتنفيذها على أرض الواقع بمشاركة الطلاب الذين يتلقون هذا التدريب بالبرنامج التدريبي فاليو هذه هي كل التفاصيل الخاصة باليوم الأول لاستقبال الأكاديمية الوطنية للتدريب للدفعة 11 من طلاب الجامعات للتدريب ببرنامج فاليو الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة أما الآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى